بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرح المرسلين نواصل في توتوريال تبع الهيد ترانسفر شوف شابتر 2 هيد كوندكشن اكويشن سامفل بروبلم 2 1 شوفه الهيد كوندكشن من الريزيستانس هيتر ريزيستانس هيتر هي الموجودة عندنا هنا القدرة تبعها 2 كيلوات ريزيستانس هيتر واير ويث ثيرمال كوندكتيفتي ثيرمال كوندكتيفتي تبعه الدياميتر والطول تبع هذا السلك is used to boil water by emerging in water ويش بدنا نغلي بيها الموية الموجودة هنا نفترض أن الثيرمال كوندكتيفتي إنها ما تتغير مع درجة الحرارة إذن الثيرمال كوندكتيفتي هي كونستانس ثابت ما تتغير المطلوب obtain the differential equation that describes the variation of the temperature in the wire during steady operation ودنا المعادرة التفاضلية اللي نشوف فيها التغير نقدر نجيب به التغير في درجة الحرارة على هذا السلك طبعاً قال لي هنا in steady operation معنى هاش؟ إنه ما فيه تغير للحرارة مع الزمن the rate of heat generation الهيط اللي تم توليدها بهذا السلك نحن قالنا إنها 2000 وات أو 2 كيلو وات لكن نحن هنا بدنا بدنا نجيبها pair unit volume pair unit volume بدنا نقسم على الفوليوم تبعها يشتبع هذا الوير هذا الوير مساحة مقطعه هي by d square over 4 نضربها في الطول نجيب هاش؟ نجيب الفوليوم تبعه إذن rate of heat generation قيمتها هي كم؟ 0.318 10 قوة 9 وات pair meter cubic general equation في حالة cylindrical coordinate ليش cylindrical coordinate نحن هذا الوير نعتبر أنه إيش زي السيلندر ليه دياميتر وليها عندنا دياميتر تبعه وعندنا الطول تبعه إذن هذا هي المعادلة العامة نحن جبنا كمية heat generation الكي ممكن ثابتة ما تتغير مع الحرارة وقلنا أنه هنا في الحالة اللي عندنا ليستدي operation هذه تساوي 0 إذن نحصل على هذه المعادلة نفسها الكي بما أنها ثابتة ممكن نقسم عليها الجميع فصارت قسمنا عليها هنا إذن هذه المعادلة which is steady one dimensional الحالة هنا عندنا one dimension التغير فقط هو باتجاه هو باتجاه radius بهذا الاتجاه heat conduction equation in cylindrical coordinate الحالة اللي موجودة عندنا هي heat conduction for the case of constant thermal conductivity مثل ما قلنا من شوية thermal conductivity ثابتة إذا ممكن نقسم عليها note again that the condition at the surface of the wire have no effect on the differential equation إيش معنا الكلام هذا السيرفيس area تبع الwire الموجود عندنا هنا الاس ما عندها أي تأثير على إيش على هذه المعادلة نهائيا لاحظنا ما يموجود داخل هذه المعادلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته